موجز إخباري جديد لآخر وأهم الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد أهلاً بكم بعث قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان قراراً رسمياً إلى جميع المستشفيات بمنع التصوير منعاً باتاً بكفة ثوري داخل المستشفيات الطبية والمعامل والإسعاف وغيرها من الهيئة التابعة للوزارة حفاظاً على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التوصل الاجتماعي حول زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيتري إلى ست سنوات وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحر الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتوصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام تشهد الأحوال الجوية على البلاد خلال الاسنتين و70 ساعة القادمة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتراب في حالة التقس حيث متوقع أن يكون هناك ارتفاع في معدل درجات الحرارة اعتبارا من غدا الأثنين يصاحب ذلك أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المسحة الطبية التي أجرها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبيا وأوضح طبيب الأهلي أن هناك إجراءا احترازيا سيتم اتباعه مع مروان محسن وذلك من خلال إجراء مسحة جديدة للمزيد من الاتمئنان على حالته بشكل أكبر وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في زل التعايش مع فيروس كورونا ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري شكرا لمتابعا وإلى اللقاء